موسيقى 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 كون resources موسيقى 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 الآن موسيقى хочешь رمية طعم جيب جيب أعطني لنايا وأغني أعطني برافو ساعة زقف أكيد لجعت لي برافو أنه قدرت مباشرة يعني 10 علامات لفريق السيد زهاشيم شو رأيك؟ هلا نحن بنحكي على قصة أنه أحيانا عم تفلت كلمة من هون فهي يجبني دير بالك لأن أنت بدك تخسر آخر شيء رماما عم سادو حالي أول شيء أنه بدك تحاولي ما تكتولي كلمة يعني حتى ما تقولي أغنية أو شيء ولا كلمة بس كله بالإشارة هلا أجاد لنا حكيمة لكن استطاعت لا أول شيء هيك حمسا كنفدت كلمة لكن أنه عرفت أنه يعني بنعطي العشرة أولى عشرة أكيد لأنه نفدت بالتاني مباشرة عرفت تروعة الثانية لشان تكسب الوقت يعني وعشر عنامات لفريق البنات هلا خلينا نشوف فريق الشباب تفضل مين بحب سامر بس ما تدير ورقة لألوم هو مفترض الشاب يوقفنا ديك الجيهة والبنت توقفنا هي الجيهة يعني شو بعض سيدي لم تدير من الثانين سراح ةراء تتيار مدموع دموع دايما دموع عصي الدموع برعبو برعبو تفضل؟ بدنا زأفة أستاذ هاشيم شو رأيت بالأداء كان لفريق الشباب؟ هلأ بدي أقول أنه صديقنا سامر كان يعني بين لحظة وثانية كان رح يضيع العلامة على رفقاته لأنه ما بحث بشكل دقيق وما رتب أفكاره بشكل دقيق يعني ما عطاهن أنه شو هو مسلسل ولا شيء لوما الشباب هم يحكوا لقطوا شغلة الدمع فيمكن ثقافة الدراما عالية شوي فاستطاعوا أنه يرجعوا بذاكرته فبالمطلق أنه يأخذوا عشرة ولكن ولكن على حفة الهاوي على حفة الهاوي وهي عشرة على الشباب حلو فضلي يا حبي لا بدك تستحية بهزية لا بدك تستحية بهزية لا بدك تستحية بهزية فلم شوارب عربي 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 سوري لا عربي مصري عربي رجل رجل طويل كتاب منكبين ضابط ضابط كامل ضابط كلمة الأولى ضابط 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 ماذا تسمى الضابط؟ لا ضابط ضابط صغير ضابط ضابط بسيطة هلأ هو كان اسم الفيلم باشا تلميذ باشا تلميذ كان مقدرته ومقدرت اتعبر كثير شو رأيك أستاذ هاشل بالفعل كانت كثير بعيدة عن الإشارات يعني ضابط وقفت عند هذا الحال هلأ نحن بنا نحكي عن قصار بالمسرح بالمسرح فن الإيماء هو من أهم الفنون اللي بيستند عليها المسرح وبالشكل العام امتحانات المعهد العالي الفنون المسرحية أو نقاب الفنانين أو أي معهد بيدرب مسرح هي أصعب بالفنون المسرحية بيعتمد كثير على الإيماء والإيماء هون بيشغلنا نحن بهذا البرنامج يعتمد على إيماء الشخص اللي عم يؤدي الحالة من شان يواصلها صديقتنا كانت شوي ملبكة بحالها وقضت نصف الوقت على أنه هو فيلم مصري بالعكس أنتوا تقلوا مباشرة على الكلمات أحسن لكم أنه إشارة صغيرة عن نوعية الحالة وفوراً فوتوا بالكلمات لكي تكثر الوقت لأنه هو عبارة عن دقيقة واحدة طيب يلا إن شاء الله الملج جاية بتعودوا إن شاء الله ما تزعلوا كثيرا طيب ننتقل إلى فريق الشباب تفضل طيب ننتقل إلى فريق الشباب كماني وأهجيها كماني وأهجيها لا مهجيها طيب أنت عم تطالب أنا عم تطالب بحقوم حلق حزب تعم لك سيجب لكم الحزب أو لا كان فريق الشباب مهجيها مهجيها لا حسنة لما الحزب حلق من أجل حلج صرخة روح صرخة روح صرخة روح نعلّة روح نعلّة روح نعلّة روح نعلّة روح حلّة حاز فريق الشباب بعد عشر نقاط والمسلسل سوري باسم صرخة تروح شو تقنيمك بانطفق على صديقنا الأولاني بانطفق على صديقنا الثاني بالضبط يعني يمكن لأنه لأنه السؤال الأول هلأ بالسؤال الثاني رح يضلشوا الشباب يعرفوا بشكل كتير أكثر فرح يروحوا هو أشهر وكأنه وكأنه عمي أداة نداء وحتى قال له النداء يا أو شي بتروح هاي فورا أنا بهذا البرنامج بروح الواحد على يا على أدوات النداء فما أعطاهن قصة صرخة روح ممكن ينتقل مباشرة على مسألة الروح فممكن يجيب المسلسل مني عمي ننقذهم إنه الشباب بحافظين المسلسلات طبعا سارة عيسى هاي بحاجة هاي بحاجة هاي بحاجة هاي بحاجة سجن قطبان مسلسل سوري قادي محكمة محكمة جاني مجرم قيادوني اسم مسلسل مسلسل جديد ولا قديم قديم قيود سجن اسم مسلسل سجن انتو عم تتضحكوا هلا هلا طيب انا برأيي هي قدرت اتعبر شوي بس ببتير اجر حالة تماما هلا اسم المسلسة ومسلسة هي المحكمة كتير كانت عم تعبر صح يعني محكمة وانا فهي عم تعطيكم انه مو محكمة في شخص حاطينه بالسجن محكم المحكم المحكم انا عرفتها فورا هو عنا ما تكيف شغلتها عم تقدي صح انا عم بدي اذكر من هيك مسلسلة طريق ومسلسة بسيطة فرصة تانية طيب نرجع لفريق الشباب وماهر ابراهيم هالمرة رح تحق يتحق يا سبتر عم تطلع على الورقة ما بسير ماذا؟ ماذا؟ هل هيك يفوزون؟ ماذا؟ ماذا؟ حسنا بقيت أمامكم مسلسلة سوري كلمتين هدي هدي ماذا؟ ماذا؟ صح النوم؟ حمام الانم؟ هريك؟ شامح شامح لياري الصالحية هو صقام طبعاً أنا ما عطبته شيء أبداً بس أنه ليالي الصلاحية ما بقش بلي؟ طيب، شو رأيك أستاذ هاشم؟ نعتمد على حالة الحفظ الحفظ المسلسلات لكن لحد الآن التعبير التعبير بالحركة عم يكون ما في يعني الآن شيء اللي ما نحزر كانت هي الأميز بمسألة التعبير طيب، يعني أدب رأيي هو بدايتهم عم تكون أسرع فريق الشباب لماذا؟ يعني كلهم عم يشتغل بالمجال نفسه هو المسرح والتمثيل خلونا نتعرف عن أعمالكم أو عن مشاركاتكم بالمسرحية نبدأ من عندك سالة عيسى يعني شو بتشتغلي بالحياة بالأول؟ لأنا بدرسيني أولى على المجتمع ومسجلة بالمعهد أبو خليل قباني الفنون المسرحية أنا شاركت بمسرحيتين أول وحدة كان اسمي عشان والتانية هي فعالية يعني اسمها أمي سوريا بس هدو نشارك لني تمثيل؟ تمثيل؟ حلو كمان علا عثمان كمان شو بتشتغلي بالحياة علا؟ طالبة بدرسة بتربية رياض أطفال سنية ثانية كمان شاركت بمسرحية وحدة اسمي عشان كان العرض قوي بس كان كتير حلو ايه كيف عم تلاقي التمثيل؟ يعني هيدا هيدا ليش قررتي انو تتوجه هيدا التمثيل؟ هي كموهبة؟ كموهبة تماما هي بعيدة شوية عن دراسة؟ هي بعيدة عن دراسة هي انا لما اخدت البكالورية كان كتير حلمي انو انا ادرس به هال يعني المجال لو انو سيحطي الفرصة شوية بس ما فتحبت لي يعني ما مشي الحال باسناعه لما شفت هيدا المعهد لو انو خاص بس انو يعني ما بعشو كيف بدي عبرلك عنها بس حبيت ادخل به هالمجال لو اني بتأخر شوي حالو بالتوفيق اكيد جاتلين عارفين شوي عن حالي؟ انا طالبة طب بشري سنة رابعة وكمان طالبة بمعهد ابو خليل القباني للسنوع المسرحية طبعا هذا الشي كان بده دايما تنظيم وقت ما بين دراسة الجامعية والدراسة المسرح بس انا مقدرت بعد عن المسرح لانو انا وصغيرة بحب التمثيل والعروض المسرحية وبشكل عم بحب المسرح اكتر من التلفزيون بحبه انو بحس المسرح بيعطي انو شعور الشخصية اكتر من وقت التلفزيون بس هو ادي يعني في فرق بين انو دراسة الطب وبين التمثيل انو كتير في فرق شاسع انو الطب بده دراسة كتير والتمثيل كمان بده تفرغ كتير للموهبة كيف عم؟ هو دماغ مقسم لنصتين نص للمنطقة العاطفية والفن والمسرح انو حلوك للعلم ما حال محالك نمشي حتى نستايل يعني كمان انو مثلا بتقولي طالبة الطب بشري يعني ما كتير بتتجرق انو يعني يكون سايلة فني ممثلة او يعني هيك يعني حلوك انو كيف عم تقدري كيف بتلاقي المجتمع عم يتقبل هاي دي هلا انا اهلي شجعوني اه يعني انو امي ما عنده مش لانو يعني بيساعدوني دائما مثلا بتنظيم الوقت اذا عندي مثلا دراسة دراسة هلا وبعد شوية مثلا عندي عرض او عندي شغل او عندي تدريب فبنظم الوقت بين المسرح وبين الطب هلا اذا كانت شررة تراحنا كمان بالمعهد كتير بيساعدوني بهاي القصة يعني مسئلة الوقت وتنظيم الوقت اوقاتنا مؤخدة بعين الاعتبار ففي مساعدة كبيرة من المعهد اللي احنا ندرس فيها الاستاذ و ايو الانس غادة بيتفهموا اوضعنا ويكونوا امتحانات بيصير في عطلة مشان نركز امورنا وبعدين من نرجع جاثلين ايه سنة البشري رابعة يعني ها اتجابت تخلصي سلسات سه موعدة لك امي بدي اشغل كتير بدي اشغل كتير بدي اتعب بكرا ارواح بان ايدانا لانو ها اهه تمام هيك مط we start بأس كيفوا مسرحياتorthي شاركت فيها هلا من المحرجان الكوميديا شاركت في مسرحيه كانوا اسما شكسير مل كانت اخذه دور و lil habenlade وفي عديد من مسحة في آخر واحدة كانت يا شام ملحمة وطنية وفي كمان نبع المحبة كانت للأطفال شاركنا فيها حالو حالو كثير بعد شوية ممكن نحكي عن هيك مشاركات لسه جاي ممكن كمان يكون عليك دور فيها كمان ما تعرفت عليكم يعني الصبايا انو شهادات دراسة وكمان موهبة حالو كثير انو يعني يجتموا الاثنين مع بعض هلا بدي اتعرف على الشباب سامر عبدالحليم حكيلي شو بتشتغل بالحياة سامر وبالمسرح الجامية اكيد عم تدرس بس شو دراستك؟ هلا انا عم بدرس ادب عربي سنة اولى وبنفس الوقت عم بدرس بمعهد ابو خدير القباني للفنون المسرحية هلا شو المسرحيات يلي شاركت فيي ومن امتى يعني انت بالمعهد؟ هلا بالمعهد انا كنت اول شي مشي سنة ونصف وقفت فترة مشان موضوع دراستي كان عندي فحص البكالوريا بعض ما خلصت فحص البكالوريا رجعت انا على المعهد مكملت له هلا وبنشاركت بمسرحية ياشان وفعالية ام سورية واشتغلت بالمعهد مع المعهد كنت فني فيها بمسرحية اسمع ملعب الولاد للاطفال كمان سام وكمان بالمعهد العلي من زمان نسجل بالمعهد او لك مشاركة؟ لا انا اصلي سنة او اقل بشوي بس ايه عندي مشاركة باليا شام كمان مثل الشباب بس ما تمسي كان في متر رأسة روسية فانا كنت واحد منها وكمان من فترة امي سورية كما شاركت فيها تمسي يعني جايين فرق واحد ومشاركين بأعمالنا فرق واحدة تمام كمان ماهر الراحيم تعلقص عليه طالب مكتبات سنة رابعة وبدروس بمعهد ابو خليل قباني في المسرحية انا شاركت بالعديد من المسرحية اول المسرحية شاركت فيها هي كانت المحكمة بعدها سيناريا وحوار في يا شام عليكم سلام ونبع المحبة وفي الاحتفالية اللي كانت اخيرة امي الحبيبة سوريا انا سجلت فتت على المعهد من وقت تقريبا مشي ثلاث او اربع سنين فتت على معهد ابو خليل قباني لاني انا بحب التمسي وكان من المفروض ميطلع على المعهد العالي لفنون المسرحية تابع دراستي هوني بس الظروف ما سابت فشافت مهد ابو خليل قباني ونضميت اليهم برافو يعني يعطيكم العافية والله يا رب انا اكيد بتمنى لكم توفيق بدراستكم وحتى يعني بهيدي الموهبة يعني تتقوروا اكتر واكتر استاذ هاشم يعني المسرح الجامعي كتير عم يستقطب شباب موهوبين بالحقيقة حكينا عن اعمال المسرح الجامعي الان يعني بهيدي الفترة شو محضرين؟ هلا بالشكل العام الشباب بالجامعة اكتر ففي منهم كتير بيبحثوا عن اماكن اخرى معهد ابو خليل القباني هو احد هاي الاماكن الشباب اللي موجودين معنا ضيوفنا الاكارم كلياتهم من معهد واحد هو معهد ابو خليل قباني من نوجه تحية الاستاذ لؤي اللي هو صاحب هذا المعهد ومديره ومدربه المخرج المسرحي المعروف طبعا على مستوى المسرح الجامعي نحنا عم نشتغل ورشة عمل جديدة عن الارتجال المسرحي في حوالي خمسة واربعين طالب جامعي من الجدد كلياتهم من اول مرة بيطلعوا على خشبة المسرح بالاضافة الى حوالي خمسة وثلاثين طالب اخر موجودين معنا سابقا نحنا بنعتمد بشكل العام مو كجامعة هلا بدي يحكي بدي يحكي كمسرحيين باللادئية يعني على هادون الشباب اللي هن بمعاهد خاصة كل مجموعة كل فرقة بتعتمد على هادون الشباب لانه اساسا هادون الشباب يكون عندهم هواية تحتاج قليلا قليلا شوي من التنمية هاي التنمية ممكن شوي شوي يطلع منهم ممثلين جيدين جدا ويرفضوا الحركة المسرحية بمواهب مهمة يعني من هاد النوع اللي عم يراكب الحركة المسرحية باللادئي عم يكتشف هادا الشي بانه في فرق مسرحية بلشت تخطو باتجاه شي كتير جيد ما رح احكي عالمسرح الجامعي كمسرح جامعي رح احكي عن الشباب كلهم هذون اللي مهتمين بهذا الموضوع معظمهم بيحبوا يروحوا على المعهد العالي للفنون المسرحية لكن الظروف ما بتيح لهم فبيستثمروا هواياتهم بهذا ضمن المدينة وشوي شوي مع التمرين مع الشغل بيعني بيخطو خطوات كتير جيدة باتجاه ايجاد ممثلين شباب وعيين للحركة المسرحية بشكل جيد الظريف بالموضوع انه في كتير منهم لهذون الشباب بيحبوا المسرح اكتر من التلفزيون وهي حالة كتير ايجابية فيهم لانه المسرح ابو الفنون اساسا والمسرح يعني انت بتقابلي جمهورك ونتائج عملك بشكل مباشر التلفزيون بياخد ادق تفاصيل الوجه بالكاميرا بتقرب الكاميرا على العين يعني ممكن نشوف رمشة العين بينما بالمسرح بدي يتدرب الممثل كتير ليوصل لحتى يكنع جمهوره بالشكل اللائق وهدون الشباب ان شاء الله بيكونوا من الناس المتميزين اكيد والرائدين وان شاء الله على مستوى المسرح الجامعة هلأ هل بهالمسابقة بنا نعرف انه قديش قدرته على التمثيل هالمسابقة يعني بتحكم هيد الحال انه لا لا ما فينا نحكم من اداء الشباب لانه هي خطرة جديدة ما انه نشتغلينا بجوز لكن هلأ ازا نجيبه لنفس الشباب هلأ ازا نصور حلقة تانية لنفس الشباب فرح تشوفي انه الاداء تغير ورح تشوفي ليه القصة الايماء هي قصة كتير مهمة بالمسرح وهن نشتغلينا اكيد والاستاذ ذوي كتير بيهتم بهي التفاصيل انا من الناس اللي اشتغلت مع الاستاذ ذوي بعركي بيشتغل كتير بيهتم بهي التفاصيل وبالتالي الايماء شوي شوي بيتطور وما فينا منحكم على اصدقائنا اللي معنا بانه هنه هلأ حزروا السؤال ولا ما حزروا السؤال هذا ما نحكم ابدا الحكم الحقيقي بيكون على المسرح لما نشوفهم على المسرح متألقين دائما ان شاء الله بالتأكيد اكيد نتمنى لهم كله التوفيق وهلأ بنرجع بنذكر بالنتائج للفريقين فريق الصبايا وفريق الشباب لحد الاهل للأسف الشباب متفوقين على البنات بس بهاي 30 عشرة هلأ مابت يعني مابتبين مابتبين هلأ الزورة الثانية نحتمل تبدلات نازم بأكدار صلتوا بالزو هلأ فلازم انتعودوا انتو اختاروا حدا صبية انو يعني نرجع بنفس الدور نرجع بنفس الدور يلا فضل يا جاتي ايه هلأ هي واحدة عمار هنو يتطلعون هلا يتطلعون ايه لا هلما معتهم تعلمين يتطلعوا حلاء قبل ما لي جيبا رح حان bass هاي كان هاي يتطلعون غني سبع كلمة أنا 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 أكيد جاثلين أنا أحبك أكثر من عيني هي أغنية لنجوة كرم، أغنية كثير حيوة يعني مشهورة وعرفتية أنت علب رابو بلشت يعني تفعل بعض هلأ يعني أنا شفتي أنه بلشت الأمور تروع على محل ثاني بلشوا يركبوا أفكارهم بشكل أحسان إن شاء الله هلأ بدينا تحوقوا البنات ويرجعوا يعادلوا الشباب إن شاء الله 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 أنا كما رح اقترح شغلي هيك للطرافة نحن نعطي الأغاني للبنات ولمسلسلات للشباب إن شاء الله نحن نأتي لي هلأ فريق الشباب هلأ من سام سامر فضلت سامر ملا ما تتطلعوا ملا ما تغششوا لا شايفين شي لا شايف هم تتطلع مرسي صلع بي أنا صلع بي خلف مصري صعيدي صلع بي محامي دراسي محمد الحندي لا اسمه فيه سرين عبد النور لا تنسي من أسمه اسم الفيلم ما نسيته التلميذ فيه حسن أبو العربي صعيدي أنا أحبك على الفيلم إسم أستاذ ساعدني ساعدني تلميز 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 أجنبي عربي فرسي وانتهى الوعي وانتهى الوعي وانتهى الوعي وانتهى الوعي في جامعة لبنائكية طيب هو سعيدي في الجامعة الأمريكية فيلم لمحمد هنيدي وغدا عادل أنا هذي الفيلم ما هذي هو سعيدي في الجامعة الأمريكية عشارهم إشارات كتير مهمة وكتير صح بمحلة واختلب أداءه ما بين السؤال الأول والسؤال الثاني كتير لكن ثقافتهم المصرية طيب نرجع لفريق السوايا فضلت إن شاء الله يكون فهل لا تقدروا تعاوضوا حارو فيلم سوري الكلام الكلمة الأولى كاميرا طياران ايه كاميرا 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 وهي سارة ما كتير ساعدتا ايه أنا ما فهمت شي أفضل لأول شي أعطتنا شي ورجعت بدلت لهك كاميرا 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 إنه هاي بأول شغلة يعني بيكون الشباب فيها كل هالأد ملتزمين إنه أبدا ما بحاوي يساعدوا البنات لأن الشغلة علامات وفريقين طوء ياسمين طوء برابو طوء ياسمين أغنية لمسجر جومي وعشر علامات لفريق الصبايا يلا هاه بلشوا الصبايا يحركوا هو كل شي مختص بالياسمين كمان فريق الشباب تضل معه بلا ما تطلع والله عم تطلع نحي؟ كمان ما تطلع بلا عظيم لك لا 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 أنا شاستك هيك عم تطلع حالا نحنست مشاكل قادر بلا عظيم نحن بك أسطلع مرأة مرأة هاي عمينا مرأة حالا نحن بدا تتفضل بكرة أحلى كمان هو تهل الحركات الإيمائية لازم يعني أدموك لو شفت الورقة اللي قبل لك تبع ورق الشجر تبع ورق الشجر اليوم الأستاذ ماذا مسهلهم الأسئلة شوية بدي ورحب تطلعوا من حظهم ورحب تطلعوا كلهم من حظ الشباب لكن بدي أقول أنه هو لأن المعد ماذا صديقنا مسترخي إلى درجة يعني يمكن هو لكونه الأقدم بيناتهم وهو مسترخي أكتر الحارة الاسترخاء هاي قد سؤدي إلى أنه تقديم الإيماءات بشكل أصح بكتير يمكن هو شوية الخبرة عاطيته فعلا يعني قديموا هم هاي دي الحالة تكون بالأداء أهم شيء أهم شيء بالممثل المسرحي هو استرخاءه على نحنا دائما منقول ملاحظة أنه لا تمثل يا أبني لا تمثل لا تمثل لأنه إذا مسلت رح تطلع كذاب عنا بالمسرح أنه تتكمس الشخصية أو تعيشها وتكون مسترخي جدا فأنت بتؤدي شخصيتك بكتير أرواح من أنه تمثلها طبعا هو المسلسل بكرة أحلى مسلسل سوري ويمكن يعني معلش المسلسل قديه هو مشهور كمان تساعده بضغرية الأطوص أنا ممكن بس درجاري على قصة الاسترخاء طيب مع الكلام ونحنا دائما بقبل أي مسرحية في عنا خمس دقايق قبل ما نطلع نسترخي كل ياتنا حلو تماما كل حدا بيفوت بالحالة وكل حدا بيسترخي وبياخد وقته فهيكي عن حالة أنه هاي قبل خمس دقايق استرخاء لكن بسبقها ساعة التركيز أكيد يعني كل واحد يروح أجيها حلو بالمسرح كتير منهتم بهاي التفاصيل والستارز دقايه هو من أكتر الناس بيستموا بوقت كتير بيجيبهن على العرض حتى المتلقي وقت بيكون بيؤدي مسترخي المتلقي كمان بيعكس له هاي دي الحالة كلها زبزبات بتتناقل كل مكان تركيز الممثل بالشكل العام أهم كل مكان أداءه على المسرح بيكون جيد جدا طيب نرجع بنذكر بالنتائج هلأ النتائج لحد الآن خمسين ثلاثين عقوان خمسين ثلاثين خمسين ثلاثين خمسين لفرق الشباب وثلاثين لفرق البنات طيب شدوا هم تكون شوي وجاتين بشك أفضل بشك أفضل بشك أبي نجنوب أحبب مصرو أحبل 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 أنت هذا الوقت غبي منه وفي سلم نهاني رمزي طب أنا أحبتكم أحبتكم كاملوا بالمصطلحات أنا لكي ممكن أن تتعملي لهم هاك نمخ اسمي الغبي طب ممكن أنت فيك أنت نفسه تتأدي بطريقة تعميل أنا عشتني أنا عشتني أنا عشتني لا هو غبي منه وفي طب كيف في الغبي أنت بتقولها؟ هاي لا تحذروا لا تحذروا لا يمكن هيد هيك أيها طمعا هيك راح أتبين أنا هي عملتها بس آه تماما بس هي الكلمة الأولى صح طيب هو صحب بس كمان هو يعني ممكن أداءه شوية ما عارش يعني مصطرين شو رأيك أستاذ عاشر؟ مزبوط هي راحت تعمل حل كتير وكانت تحتاج أنه هني كتير يقولوا كلمات مرادة كانت معبرة أكتر حركات معه؟ يعني كان ممكن هي تعطي أكتر بشوي يعني من هذا الموضوع لكن كان على رفقاتها أنه يساعدوها بأنه يزدوا كلمات لأنه هي عطيتهم مفتاح أنتوا صحيح عمضلوا ساعدين مأتبين له هلأ هي كان واضح أنه هي مبدأت مبدأت ركي بدأت تعبر فأول شي يعني نفدت مع قصة الأهبال يعني أول مجنون فكان لازم بقى هني يستلمون وما أعطيتهم شو هو المسلسل كم كلمة هو؟ ما أشربتهم؟ ثلاثة ثلاثة غبي من نوفي أنا أتبكت من أول ما شفتي الكلمة لأنه كي بدي مسلة بسيطة طيب نرجع لفريق الشباب هلأ وستعمل يعني ما معه ما معه هلأ تكون صحلة كثير هلأ أنتهي هلأ تأتي لنزل هلأ تطلعت معك سأ你 تحضر ذا أنا zweite هيا يا أبني لفريد الأطراف شفتي ثقافة حديثة ما بيروحوا على الطراف الطراف شي صعب يعني على زيلة هذا الأيام لا الله أنا ما بسمع حديثة سريء السبايا إن شاء الله بفتحني نحذفك أغنية كلمة الأولى هي كلاة كلمات الأولى بقرة وفتحك كلمتين هي الثانية 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 إيد السماء عيوة السماء الاسماء ولي there's no one قولي there's no one اللي فوق فوق سما الله الله كلمة الثانية إيد ثالثة ثالثة سلمتك بيضلا سلمتك بيضلا والله سلمتك سلمتك برأي اللي عم يروح علامات الصبايا هو اللبكة كتير ملبكين كتير عم يدوروا على قصص هلاء كتير سهلة انه تسلمتك يعني اول كلمة فوراً بيعرفوا بعدين ما بتقوليدهم ان الله فوراً بيجيبوها يعني انه عم تتلبكوا كتير انتوا اللي عم يروح علاماتهم اللبكة طب يلا كونوا تركيز اكتر يعني وخذل تركيزكم اكتر مثلا البلكة بتعودوهم المرة الجائدة لهدون العلامات سام سام بلاك سام بلاك حكا صفر حكا قلوب دافئة غير قلبي دافئة لو انت قلت قلب دافئة غير قلوب دافئة صفر دافئة الشباب لا تزعب الله شاعدكم حيث ان الله تماما يلا صبايا شدوا الهم شوي وركزوا اكتر اكون ضرور غير قلوب نحن الضرور نحن الضرور نحن الضرور غير قلوب حمام حمام شرحت لعنا 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 كان الإشارات الصحيحة لعناسي بلشت تأخذ المنحة الصح وصار في عندها استرخاء كتير واضح مزبوط عامر الاسترخاء كتير مهم كتير مهم بشغل ناكلية بس طول ولا استرخوا لانه روحوا العلامات كلها طيب شو صارت النتائج النتائج لسه ناقصنا السؤال لحتى نعطي النتائج طيب ماهر يا ماهر بروم بروم لك بروموا عينك على البرقه ما معقول يعني شباب بتي أعظي كتير مليح يعني كتير مترسطين كونتير بعد قديمة ماهر نداء لا 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 ما بصير بنادي ختيار ختيار انعكازه بمية المية دي جدي ستي جدي ختيار ستي ختياره يا ستي يا ختياره طبعا على كل حال لازم نحذف لك العلامة لأن الياء إلتا واضحة مية بالمية واضحة لا لا واضحة مية بالمية صراحة يعني أنا سمعت منه فأنا ما بعرف شو رأيك لا يلا أنت الحكم شو رأيك؟ هلأ هني كونه ما استفادوا مننا لا ما استفادوا مننا؟ ما استفادوا؟ لا أحزبا بس أنت عم تقولها يا واضحة مية بالمية يعني ملقطوا رغم هيك ما شاء ماليا 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 هلأ العلامات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة للشباب سبعين وأربعين للبنات تسل على الفرق ثلاثين على هذه يلا سبايا الفرصة ماكو الاستابتك بتعودوا جاكلي راكت ماليا ماليا فلاننا ماليا ثلاثة إني ذلك إذا أردت أن يحسروا ما يحسروا ماليا سامت زعلان مضحك المضحك المسلسة الغنية المضحك المسرحية المسرحية كلمتان أول كلمة المضحك había try and engage شفا الجاه 2 2 بلتان و... أول محدة ريو سكينة آآ برابو، لا، قلتها كيف نعطيه العلامة؟ نعطيه العلامة لأنه قبل ما يطلع على الوقت على الوقت لكن ترحيت ريو سكينة أبرابو، يعني لا أشبك ويتركز الآخر أقل من الثاني طيب، لا فريق الشباب هلا؟ هل تسمحني؟ هل تسمحني؟ ثانيك عينك، طبع عينك طبعا سلسلة، سوارة، خاترين، طبعا و هل تقصر؟ جوندي؟ خشط المصرية؟ اه... الشلط؟ ايه ذهب ذهب ظلطن؟ ذهب هل هو كلمتين؟ صاير ذهب هل هو كلمتين؟ الذهب يزول كلمتين هو نجهة horizont hangort هل الاشارة كانت كثيرا بعيدة تقدم Fu عنه كيف نتحدث هذه اللي رسمت siendo النقر عنك انت دائما ندفش لي ونزيري بعليك هاي يا حب رفي الصوني هو لا تمام شكلو ان شاء الله فيلم مصري محكوم صوت غلاط مين ملابس اقرفكم صبايا يدلع كلمتين كلمة الاولى لا غلاط موس شو ايكس ايكس طيح اكس لارج طبعا هو فيلم مصري اكسل لأحمد حجمي ودنيا غانين وعشر علامات السباية طبعا شو رأيك طبعا كتير دقيقة كتير دقيقة بس كان ممكن تضيف شغلة واحدة بس انه تعمل هيك بتاع بتعرف انه النمرة اللي هون تماما انه يعني مقاس بلوز اكسل 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 تمام شباب اكسل ووسام هالمرة رح يسحب وش رح يحيط احسا احسا مهم اطلاحة مهم اطلاحة او الله هاي المرة الوحيدة للمطلات احسا 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 غلمية سريعة منتصبة الطرق الشيτί Bank اقتضع راكد طب الغنية كلمتان كلمة شو؟ ثلاث كلمة ايه ثانية شو؟ دالت ايه هاي دبوس فيها ان شاء الله ما يسوى الدبوس لا 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 مشيت على الاشواق اخني رابد الحليم حافظ امام ما بعملت على الاشواق مشيت معانك رومانس مشيت مشيت لا اخذوا رأيدي جيت حتى الاشارات كانت بعيدة كتير عنه انه بس عميشي بس ما اشار اي اشارة توحي بانو شو عميشي على اسف صار عنكم فرصة كبيرة صار عنكم فرصة كبيرة صار عنكم شوال واحد وكتشرت في شغلة دبوس او شي شو هلا يلا هلا هلا بيخسروا هلا بيخسروا لا انه في شغلات حروف يعني على تحر ما عم يستعملون كثير بيعطوا مفاتيح يا لب هاي بتدروس الجاية بالمسرح بيعلموني هاي بيعلموني متنسع متنسع سوري سوري شامي باب الحارة يعني هيك مثل باب الحارة وادور لا شان ربع بلان طوي رجل 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 شجاع شو رجل شجاع اول واحدة شجاع يعني رجل كم كلمة هو كلمتين تلات كلمات رجل شجاع الاولى واضح 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 يلا طبايا اول تنية رجل ثانية شجاع ثانية شجاع ثانية شجاع ثانية شجاع الاولى يومية لا نهاية نهاية طباية نهاية رجل شجاع ثانية شجاع ثانية شجاع ثانية شجاع وطبعا كان يعني البطل مشلثة لفنان ايمان زيدان اكتير عمطاطي صارت كتير صح وعمت روعى محلات مفاتيح كتير مهمة اها حال يعني بلش يعني بلش وليك يعرفوا مفاتيح صار الفرق سؤال بيناتن هلا زي بتعادلوا فورا بتعادل فورا لا 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 فنسلت بس كي جاظرة بالموضوع انتي كاترينو نعم ما فيه بشباب رومانس كاترينو الرومانس وأفلام قديمة ما ما بعرفوا أنا أول ما فيت تتخيلت ممكن تطلع لهايك غنية وطلعك الغنية فيها بأيو الشعب تتخيل ساعة سبعة عبد الحلي فريد الأطراش وديع الصب بدون كلام ساعة ساعة كم كلمة الخروج كلمتين ساعة و ساعة ساعة بعد الغروب ساعة و شمس ساعة و ساعة بعد ساعة 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 حلق ما شاء الله بالتوفيق نجي على فريق الصباية و هلأ يعني يكونوا أكتر تركيز هذا السؤال الأخير لا هو السؤال فاصل هذا الأخير للبنات سؤال سوري عين رفت عين بلعب و رفت عين شباب راحت عليكم شباب هو من ناحية السهل ومن ناحية يعني عطت إشارات صحيح أوي يعني إن شاء الله يكون خدموا للحظ يعني يلا الشباب و هلأ اللحظة الحاسمة لك أنه نقطب يعني محبسي آه خدمي رش بلما رش بلما محبسي طيور طيور كلمتان طيور طيور عمية أعمى طيور مهاجرة عم بتبو طيور مضوية أضواء موبايل ما في شفر طيور أضواء أضواء الطيور طيور طيور الممت Bond الطيور الزلام طيور الزلام مخططIGHT طيور الزلام بتاعادل بتاعادل إستاذ فاشم إستاذ عاشم في هذا الهارد ما تقييمك للتعادل هل لا تكون تنتهي أ 알았어 لا أحن تنتهي أفدoding طب خليك كونك انت يعني الحكم شو رأيك تطلع تمثل انت شي يعني بهالحال بتكون حيادي ولا بيحضر هلا لا تفكروا انه انا اللي انه انا بشنيز حكم مع انه هلا راح صير هون انه يكون كثير مميز راح اسحب ورقة مثل هون سعلا تباك باقي انه انا اشتم ياه او ابريز اسحبه من بدون ما حدا جنبي هون ايه وليه ايه ما بزع ديشوش عينكم على فكرة الصبايا شعب لا مش عم انا حساس انا حساسك عم تكيب لم اعتها يونكم ام ابو تطمع تال الاولى اداعش الاولى قلب قلب عشق الغرام عشق الحرام أول عشق الحرام مثلثة من يأخذ العشرة الحقيقة هم الحذروا كلمة و هدول الحذروا كلمة هديك العشاء العشق الحرام و هو مسلسل زعف للشباب زعف لفريق الشباب زعف هذا فوق ضربات الجزاء الترجيحية بينما يكون ستة واحد وبينما يكون ضربات الجزاء الترجيحية فمنحييكم للخبايا أكيد و فعلا كل فائز نحن بتعلمها الروح الرياضية الحلوية اللي متع فيها الفريقين يعني بالحقيقة يعني أنا لما يخسروا هدول صح ينبصوا لما هدول يربحوا الشباب يعني البنات يضحكونوا هلا كبان كان في ميزة للبنات انه هدوء الملفت الهدوء الملفت و ما كانوا يحاولوا أبداً انه يشاربوا أو يزغلوا أو يشوف الورا شكرا أنا بدي حييكم شباب معهد القباني و إن شاء الله شكرا لك استاذ شكرا 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 شكرا